لقاءات روحية تقدم البوك الروحي فقرة أرثوذكسية يومية اليوم وكل يوم معدى الأحد يقول قدس الأبو المتقدم في الكهنة جيوريوس بابا برناوش إن وقايا حياة القديسة من رسول وفي مقدمتها تلك المتعلقة بإيمانه وطريقة التعبير عنه تطيح لنا الفرصة للتأكيد على ما يلي أولا كان هناك رأي مفاده أن الرسول تومى كان غير مؤمن لأنه طلب أن يرى بعينيه ويلمس بيديه المسيح القائم من بين الأموات طبعا قال الكلمات التي نعرفها جميعا ما لم أرى لن أصدق لنؤمن لكنه لم يكن غير مؤمن بمعنى أنه كان ملحدا ويشك في قيامة المسيح لقد أبلغه الرسول الآخرون عن قيامة المسيح وزيارته بينما كانت الأباب مغلقة وهو أراد أن يكون لديه تجربة شخصية لهذا الحدث الرائع لقد أراد لقاء شخصيا مع المسيح القائم بين الأموات ليتمتع ببركة حضوره والانتقال من الإيمان من خلال الاستماع إلى الإيمان بواسطة الثورية أي الرؤية ثانيا عندما ظهر المسيح تلاميذه مرة أخرى بعد ثمانية أيام دعا تومى الرسول لمسي علامات جروح جسده ثم عرفه الرسول تومى واعترف به ربا وإلها لقد عرفه من جروح الطليب التي هي علامة على حبه وقدرته يسمي الآباء القديسون اعتراف تومى بالخلاصي إنه حقا يقود إلى الخلاص كل الذين يفرون إلى المسيح طالبين بطواضع رحمته إن المسيح بدون علامات المسامير على جسده ليس هو المسيح الحقيقي سوف يشبه المسيح الدجال المسيح الحقيقي من الخارج فقط لكنه لن يكون له علامات الصليب يتم التعرف على المسيح من خلال علامات جروح الصليب التلاميذ الحقيقيون للمسيح يعرفونهم أيضا بعلامات صليب المسيح التي يرفعها كل واحد منهم عن طبي خاطر إلى جانب ذلك لا يوجد أحد في هذه الحياة لا يحمل صليبه فعندما نرفض صليب المسيح الخفيف فإننا تلقائيا نرفع صليب الخطيئات الثقيل يرتبط الإيمان الحقيقي ارتباطا مباشرا بالحب والألم أي شخص وجد المسيح بداخله من خلال طاعة الكنيسة فإنه يعترف به يوميا في حياته ويذوب حرفيا من محبته لله والخريب آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر